أكد رئيس الروسي فيلدامير بوتن أن العملة المحلية الروبل أظهرت أداء جيدا خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى أنه يعمل على إحداث توازن اقتصادي من خلال تعزيز قيمة الروبل وأضاف رئيس الروسي أن الحكومة تعمل على اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم فرص العمل في البلاد بالإضافة إلى العمل على تأمين الظروف الاقتصادية المناسبة في مختلف الأقاليم الروسية نحن نعلم أنه تم اتخاذ قرار بتلبية حاجات الأسر الكبيرة المحتاجة وكذلك مساعدة الأطفال وتقديم الأموال لهم من عمر 12 عاما إضافة إلى ذلك تقديم أيضا مساعدات مالية لأقاليم روسيا من الميزانية الفيدرالية وهنا أود أن أؤكد أن كل الإجراءات المتخذة يجب أن تكون واضحة ومريحة للأقاليم الروسية وهذه الآليات عليها أن تسهم في وضع برامج اقتصادية جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي والصناعي في هذه الأقاليم الروسية في سياق متصل حذر نائب رئيس مجلس الأون القومي الروسي دمدري ميدفيديف مما سماه بسيناريو كارثي وخطر اندلاع حرب نووية وذلك بسبب استمرار حلف الناتو في إمداد أوكرانيا بالأسلحة ومن جانب آخر أكد الكريملين أن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو يشكل تهديدا لروسيا وصفا سعي هيلسينكي لذلك بالمؤسف واعتبر الكريملين أن فنلندا قد قررت الانضمام إلى الدول الأوروبية التي اتخذت موقفا عدائيا تجاه روسيا في المقابل رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يينس ستولبرغ بقرار قادة فنلندا تأييد الانضمام إلى الناتو مشيرا إلى أن العملية ستكون سلسة وسريعة من جانب آخر أعلن رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها أنهما يؤيدان الانضمام إلى الناتو دون تأخير في إشارة إلى أن قرارا رسميا سيتخذ نهاية هذا الأسبوع مناطق اشتعال غير معهودة وتوتر ما زال يزداد بعد أن بات الناتو قاب قوسين أو أدنى من أبواب روسيا بعد الحديث عن محاولات انضمام فنلندا والسويد للحلف ووسط تشجيع أوروبي آخره الموقف البريطاني المساند لانضمام البلدين الحلف واتفاق حماية متبادلة بين المملكة المتحدة والسويد أعلنت روسيا أنها لن تقف مكتوفة الأيدي خاصة أن فنلندا تتقاسم مع روسيا حدودا يناهز طولها 1300 كم العملية الروسية في أوكرانيا اعتبرها رئيس فنلندا مسؤولة بشكل كبير عن التغير المفاجئ في موقف فنلندا والسويد كما هي مسؤولة أيضا عن اختلاف الرأي العام في كل من البلدين لصالح الانضمام إلى الناتو وهو أمر لم يكن يحظى بكثير من التأييد في الماضي ويتضح من جميع المؤشرات أن البلدين سيعلنان تقديم ترشيحيهما للانضمام قبل نهاية هذا الأسبوع كما أن التحذيرات الروسية المتزايدة من التداعية السياسية والعسكرية دافعت السويد وفنلندا على ما يبدو للإصرار أكثر على العضوية ووسط تلك التطورات على الأرض وأخرى على طاولة التفاوض وحدها الأيام المقبلة ستنبئ عما سيقوم به الدب الروسي من تحركات غير متوقعة في مواجهة الناتو أهلا بكم من جديد ونستكمل معكم تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع حلفاء واشنطن وشركائها عزز الوحدة والثقة بينهم ما مكنهم من تحقيق تقدم بشؤون مختلفة خلال الحرب الروسية على أوكرانيا وأهرب أوستن عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي يريد مواجهة الناتو عسكريا وفي سياق آخر ناقش وزير الدفاع الأمريكي مع نظره البريطاني بينوالس آخر تطورات العملية الروسية في أوكرانيا مشيرا إلى أن الدول قليلة كثفت المساعدة الأمنية الأوكرانية بطريقة التي قامت بها بريطانيا قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جينسون أنه لا يتصور كيف يمكن أن تعود العلاقات لطبيعتها مع الرئيس الروسي فلادامير بوتين في أعقاب الأزمة الأوكرانية وفي تصريحات أكد جينسون أن العالم يخاطر بتكرار ما حدث في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرمة معضحا أنه أمر مروع وبريطانيا تدينه وتستنكره لذلك لا يمكن أن تعود العلاقات لطبيعتها مع بوتين هذا وقد أعلنت بريطانيا أن القوات الأوكرانية توصل هجوما مضادا إلى الشمال من خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد وأضافت الاستخبارات البريطانية بأن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية شمالية خاركيف مكنها من استعادة العديد من البلدات والقرى على الطريق إلى الحدود مع روسيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت مفاوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلت انتشال ألف جثة من منطقة العاصمة الأوكرانية كييف ذلك في الأسابيع الماضية وفي خطابها عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف أضافت ميشيل باشلت أن الكثير من الانتهاكات التي تتحقق منها منذ بدء العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا قد تصل إلى حد جرائم الحرب أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أربعة مواقع قيادة وأربع وثلاثين منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية ومخزني ذخيرة في أربع وعشرين ساعة مضت وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشكوف أن الطائرات الروسية ضربت مئة وعشرين منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية بالإضافة تدمير منظومتي دفاع جوية من طراز S-300 في خاركيف وأوديسا أكد وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابك أن ألمانيا قادرة على التعامل مع وقف إمدادات الغاز الروسي في الشتاء القادم جاء ذلك خلال رد هابك أمام البرلمان الألماني على العقوبات الروسية التي فرضت أمس على مجموعة غاز بروم جرمانيا بأكملها التي تسيطر عليها الحكومة الألمانية وقبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا كانت ألمانيا تتلقى حوالي 55% من غازها الطبيعي من روسيا لكنها خفضت هذه الحصة منذ ذلك الحين إلى 35% بالتزامن قالت وكالة طاقة الدولية إن العالم لن يعاني من نقص النفط حتى مع انخفاض إنتاج روسيا بسبب العقوبات وذكرت الوكالة أن زيادة الإنتاج في أماكن أخرى وطباط نمو الطلب بسبب الإغلاق في الصين سيحد من حدوث عجز كبير في الأسواق يذكر أنه وبعد تحزير وكالة الطاقة الدولية في مارس الماضي من احتمال خسارة 3 ملايين برميل يوميا ذلك من إنتاج النفط في اعتبار من أبريل خفضت الوكالة هذا الرقم للمرة الثانية حيث أشارت إلى خسارة مليون برميل يوميا ترجمة نانسي قنقر